آه ولكن يجب أن نعثر على النقود أليس كذلك يجب أن لا تستسلم لليأس يا سيد روستر إذا لم تنجح من أول مرة فحاول ثم حاول ثم حاول هل تقصدين أنك ستواصلين؟ ستواصلين المحاولة؟ بالضبط أنا لم أبدأ بعد وكما تقول السيدة بيتون في كتابها عن الطهي أمسك أولا أرنبك وهو كتاب رائع ولكنه باهظ الثمن وتبدأ معظم وصفات الطعام بعبارة تقول خذي ربع جالون من القشطة وعشر بيضات ماذا كنت أقول؟ آه نعم علينا أن نمسك بأرنبنا وقد أمسكنا أرنبنا إذا صح التعبير والأرنب هنا هو عمك ماثيو بالطبع وما علينا إلا أن نقرر الآن أين كان من شأنه أن يخبي الأموال؟ يجب أن يكون هذا بسيطا جدا سألتها جونيان بسيطا؟ نعم يا عزيزتي أنا واثقة أن من شأنه أن يفعل الشيء الواضع أظنه وضع المال في درج سري قال إدوارد بجفاء لا يمكنك أن تضع سبائك ذهبية في درج سري نعم بالطبع ولكن لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن المال يأخذ شكل سبائك ذهبية لقد كان دائما يقول وهذا ما كان يقوله عم هنري عن خزنته ولذلك أشك كثيرا في أن كلامه لم يكن سوى ستارا للتضليل إن أحجار الألماس يمكن وضعها في درج سري بسهولة تام ولكننا فتشنا كل الأدراج السرية لقد أحضرنا نشارا لفحص الأثاث أحقا يا عزيزي هذا ذكاء منك أرى أن طاولة المكتب الخاصة التي كان عمك يستخدمها هي المكان الأرجح أكان مكتبه ذلك المكتب المقابل للحائط هناك؟ نعم وسوف أريكي ذهبت جاميا إلى المكتب وفتحت مسراع المندضة كان في الداخل رفوف صغيرة مربعة وأدراج صغيرة فتحت بابا صغيرا في الوسط ولمست لولبا داخل الدرج الأيسر أصدر الدرج الأوسط صوتا وانزلق إلى الأمام فأخرجته تشونين كاشفة عن حجيرة صغيرة تحته وكانت فارغة صاحت الآن يساماربل أليست هذه مصادفة غريبة؟ كان للعم هنري مكتب مثله إلا أنه كان من خشب الجوز أما هذا فمن خشب الماهوغان الأحمر قالت تشونين على أي حال ليس فيه شيء كما ترين أظن أن النجار الذي أحضرت معه كان شابا لم يكن يعرف كل شيء كان الناس بارعين جدا عندما يصنعون مخابئة سرية في تلك الأيام وكان ما يسمى السر داخل السر أخرجت الآن ساماربل دابوسا من كومة شعرها الرمادي المرتب فأدخلته في مكان بدأ ثقبا صغيرا لحشرة في أحد جوانب الدرج السري وببعض الصعوبة أخرجت منه درجا صغيرا وكان بداخله حزمة من الرسائل باهتة اللون وورقة مطوية انقضى إدوارد وتشارمين على هذا الاكتشاف معا فتح إدوارد الورقة بأصابع مرتجفة ثم رماها وهو يصيح مغطاضا تبا إنها وصفة لتحضير وجبة طهام لحم مشوي حلت تشارمين الخيط الذي كان يربط الرسائل وأخرجت واحدة منها فنظرت إليها قائلة إنها رسائل وغرامية هتفت الآن ساماربل بحماسة فيكتورية هذا مثير جدا ربما كان هذا هو سبب عدم زواج عمك أبدا قرأت تشارمين بصوت مرتفع حزيزي الغالي ماثيو لابد أن أعترف بأن الوقت قد طال على استلام آخر رسالة منك إنني أحاول أن أشغل نفسي بالمهام العديدة الموكلة إلي وغالبا ما أقول لنفسي إنني محظوظة جدا لمشاهدتي كثيرا من بلاد العالم رغم أنني لم أحسب عندما ذهبت إلى أمريكا أنني سأسافر إلى هذه الجزر البعيدة سكتت شوميا ثم قالت من أين هذه الرسالة؟ آه من هاواي ثم أكملت القراءة للأسف فإن السكان المحليين أبعد ما يكونون عن المدينة إنهم بدائيون ويقضون معظم وقتهم في السباحة والرقص يزينون أنفسهم بأكالي للزهور وقد نجح سيد جري في تنصير بعض السكان ولكنه عمل شاق وقد ثبتت عزيمته وعزيمة زوجته إنني أحاول بذل جهدي لتشجيعه وإدخال السرور إلى نفسه لكنني أنا الأخرى حسينة لسبب تعرفه يا عزيزي ماثيو فإن الغياب محنة قاسية على القلب المحب إن قسمك الذي تجدده كل مرة وتأكيداتك على حبك لي تفرحني كثيرا أنت تملك الآن وإلى الأبد قلبي المحب والمخلص يا عزيزي ماثيو وسأبقى دائما حبك الحقيقي بيتي مارتن ملاحظة أرسل رسائلي لك على عنوان صديقتنا المشتركة متيلتا جريفز كالهذا أرجو أن يسامحني الله على حيلتي الصغيرة هذه صفر إدوارد قائلا امرأة تعمل في البعثات التبجيرية كانت تلك إذن هي قصة حب العم ماثيو ترى لماذا لم يتزوجاه قالت شاميا وهي تتفحص الرسائل يبدو أنها سافرت إلى جميع أنحاء العالم جزر موريشوس جميع الأماكن ربما ماتت من الحمى الصفراء أو أي مرض مثله جفل الإثنان بسبب ضحكة خفيفة أطلقتها الآن ساماربل وقد بدأ عليها الفرح قالت حسنا حسنا هذا غريب كانت تقرأ وصفة تحضير اللحم المشوي وعندما رأت نظراتهم المتسائلة قرأت بصوت مرتفع لحم مشوي مع السبانخ تأخذ قطعة من لحم الفخ تفرك بالثوم وتغطى بالسكر الأحمر ثم توضع على نار خفيفة في الفرن ثم تقدم محاطة بالسبانخ المهروس ماذا ترياني في هذا؟ قال إدوارد أراها أكلة مقززة لا من شأنها تكون أكلة رائعة ولكن ما رأيكم بالأمر كله؟ أطاء وجه إدوارد فجأة وقال أتظنين أنها شفرة ما؟ أو رسالة سرية؟ أمسك بها وقال أنظري يا تشارمين قد تكون كذلك بالفعل وإلا لما كان من داعا لوضع وصفة طهام في درجا سري قالت الآن ساماربل بالضبط هذه نقطة مهمة جدا قالت شاميا أعرف ما يمكن أن تكون حبرا سريا دعنا نسخنها أشعل المدفأة الكهربائية بسرعة يا إدوارد فعل إدوارد ما قالت ولكن لم تظهر أي إشارات على وجود كتابة سرية تنحنحت الآن ساماربل وقالت أظن أنكما تصعبان الأمر قليلا إن وصفة الطعام مجرد مؤشر فقط أعتقد أن الرسائل هي الأمر المهم الرسائل وخصوصا التوقيع لكن إدوارد لم يكن يسمعها إذ صاح داعشا تشاميا تعالي هنا إنها على حق انظري المغلفات قديمة بالفعل ولكن الرسائل نفسها كتبت حديثا قالت الآن ساماربل بالضبط لقد زيفت بحيث تبدو قديمة أرهن أن العم ماثيو هو الذي زورها بنفسه قالت الآن ساماربل بالضبط الأمر كله خدع لم تكن هناك امرأة تعمل في التبشير لا بد أنها شفرة يا ولدي العزيزين لا حاجة لجعل الأمر صعبا للغاية كان عمكما رجلا بسيطا تماما كان يريد أن يمزحك عادته وهذا كل ما في الأمر لأول مرة أصغى إليها إصغاءا كاملا سألتها تشاميا ماذا تقصدين بالضبط يا أنيسة ماربل أقصد أنك تمسكين بالمال بيدك في هذه اللحظة بالفعل حتى قدت شاميا إلى الرسالة التوقيع يا حزيزتي إنه يكشف كل شيء وصفة الطعام مجرد مؤشر إذا جردنا كلماتها من الثوم والسكر الأحمر وبقية هذه الأشياء فماذا تكون عمليا سيبقى فخذ اللحم والسبانخ بالتأكيد فخذ اللحم والسبانخ والمعنى هراء ولذلك فالواضح أن الرسائل هي المهمة ثم فكرا بما فعله عمكما قبل موته بوقت قصير لقد غمز بعينه كما قلتما حسنا هذا يعطيكما المفتاح قالت شاميا هل أنت مجنونة أم نحن مجانين؟ لابد أنك سمعت يا عزيزتي بالعبارة التي تقول ليس كل ما يلمع ذهبا لقد كان القدماء يقولون إذا ما رأوا فتاة جميلة عيني على بيتي مورتن شعق إدوارد وعيناه تنظران إلى الرسالة التي يمسك بها بيده وقال بيتي مورتن؟ بالطبع يا سيد روستر كما قلت لتوك لم توجد أبداً واحدة بهذا الإسم عمك هو الذي كتب الرسائل كما أظن أنه استمتع كثيراً بكتاباتها وكما قلت فإن الكتابة على المغلفات تبدو مكتوبة قبل الرسائل نفسها بوقت طويل وفي الواقع هذه المغلفات لا تخص الرسائل التي فيها لأن خاتم البريد على المغلف الذي بيدك يحمل تاريخ 1851 سكتت ثم شددت على كلمتها عام 1851 وهذا يوضح كل شيء أليس كذلك؟ قال إدوارد ليس بالنسبة لي بالطبع أظن أنه ما كان سيتضح لي أيضاً لولا ليونيل ابن ابنت أختي كان ولداً صغيراً يعواج مع الطوابع ويعرف كل شيء عن طوابع البريد وهو الذي أخبرني عن الطوابع النادرة والثمينة وأن طابعاً اكتشف حديثاً سيعرض في المزاد وأذكر أنه ذكر لي طابعاً معيناً صدر عام 1851 طابع أزرق من فئة سنتين وقد بيع بمبلغ يصل إلى نحو 25 مليون دولار حسب ظني تخيل وأظن أن الطوابع الأخرى نادرة وثمينة لا شك أن عمكما قد اشترى هذه الطوابع من أناساً يتعاملون بها وكان حريصاً على ضغطية خدعه كما يقال زأر إدوارد وجلس واضعاً وجهه بين يديه فسألته تشامياً ماذا في الأمر يا عزيزي؟ لا شيء لقد راودتني فقط الفكرة بأننا لو لا الآن ساماربل كنا سنحرق هذه الرسائل بكل أدب وفاء لذكرى العجوز قالت الآن ساماربل هذا ما لا يدركه هؤلاء الرجال المصنون الذين يحبون المزاح أذكر أن العم هنري أرسل ورقة نقدية بمبلغ خمس جنيهات لابنة أخي له يحبها هدية في هيد الميلاد وقد وضعها بين ورقتين بطاقة المعايدة وألسق الورقتين وكتب عليها مع حبي وأطيب أمنياتي أخشى أن يكون هذا كل ما يمكنني عمله لك في هذا العام وقد تضايقت هذه الفتاة المسكينة مما ظنته بخلا منه فألقت البطاقة مباشرة في النار ثم كان عليه أن يعطيها غيرها بالطبع تغيرت مشاعر إدوار نحو العم هنري تغييرا تاما وقال أنيسا ماربل سأقيم لك مأتوبة عامرة على شرف عمك الراحل هنري وهنا تنتهي هذه القصة أخبروني يا أصدقاء في التعليقات ما هي الحكمة التي تعلمتموها من هذه القصة تصبحون على خير شكرا بكم